أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر بدل مختلف الجهود لتحقيق التهدئة في قطع غزة كما شدد الرئيس السيسي على أهمية أن يكون حجب المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطع غزة متناسبا مع حجم الطلب والاحتياج داخل قطع نحن نبذي الجهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة الاقتتالة الموجودة في القطع ونبذي الجهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية وبرضو مهمة قوي أن نحن نبذي الجهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع نحن نتكلم في 2.3 مليون النهاردة نحن نتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضو بقى اشتد جدا في المياه والوقود والمواد الغذائية والمواد الطبية والكهرباء كمان فالاحتياج ضخمة جدا وبالتالي ما افتكرش إن نقدر نحدد ده ب20 شاحنة أو 60 شاحنة أو 100 شاحنة لا هو أي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع أمره في انتهى الأهمية دلوقتي اشتركوا في القناة